الأصل أن المسلم يتطهر في بيته يتوضع ويلبس أحسن الثياب يخرج جاهزا للصلاة يعني لا يؤخر الطهارة والوضوء إلى المسجد هذا أفضل نعم يخرج إلى الصلاة يمشي أو يركب نعم يخرج إلى الصلاة يمشي أو يركب والمشي أفضل لكن يمشي إلى الصلاة في سكينة في الحركات يعني ما يأخذ إلى الصلاة هو يجري يهرول ووقار في الهيئة يعني لا يأتي إلى الصلاة وهو مشمر مثلا أو يرفع الصوت فإذا وصل إلى المسجد قدم الرجل اليوم وقل الذكر الوارد عن نبي صلى الله عليه وسلم واليسر عند الخروج مع الذكر كذلك يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخل معه الدنيا للمسجد يترك الدنيا للمسجد أن يقوم بإذن أفضل من الأجل ونبلغ يعني ما يدخل معه الدنيا للمسجد لا يدخل معه الدنيا للمسجد نعم كذلك الحديث عن الدنيا الحديث عن السياسة المساجد بنية للصلاة الاستغفار قراءة القرآن الدعاء نعم إذا دخل المسجد ووجد الصلاة اقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد جالس نعم أدرك الإمام قائم راكع تحسب له الركع نعم أدرك الإمام قائم راكع تحسب له الركع ووجد الصلاة لم تقم بعد وباقي وقت على الصلاة يتقدم إلى الصفوف الأولى الصف الأول ويصلي سنة الفريضة لهذه الفريضة ذا أدن للفريضة أو تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس نعم ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم ، نعم أما ينظر في الساعة ويتكلم وينظر في الجوال هذا لا يحتاج ببيوت الله سبحانه وتعالى أعلم أن تشاربنا من التعليمات. سأتحدث عن حيننا. فأنت أعلم أن تشاربنا في الألوان. لأن تشاربنا في الحال الأخير. فهو يستطيع تشاربنا في المنطقة.